المساء الخير أهلا بكم في قناتكم موري بيباوي النهار دا عايزة أتكلم معاكم عن بعض الأدوية اللي الدكاترة بتكتبها والأدوية دي الدكتور ما بينبهش عليها الإحتياطات المفروض تتعمل أول حاجة السلفة لو الدكتور كتب له أدوية فيها سلفة وما قالوش اشرب ميا كتير أثناء فترة العلاج لأن مركبات السلفة بتتركز فيه الكلا وممكن تسبب التهاب كلاوي وحصوات فلازم أي أدوية نجيبها نبص فيها سلفة لو فيها سلفة لازم نشرب ميا كتير تاني حاجة المضادات الحيوية لو الدكتور كتب له مضاد حيوي زي السريبرو فلوكساسين ومشتقاته اللي احنا اليومين دول الدكتور دايما بيكتبها لمريض الكورونا أو اللي عنده برد ونسي يحذره من الخروج والتعارض للشمس أثناء الظهر أثناء الظهيرة لأن أثناء فترة العلاج بالأدوية ده بيكون المريض عنده حساسية لدوء الشمس وممكن تسبب له حروق في الوجه والجلد وتؤذي العين فلازم يا جمعة لو بناخد مضاد حيوي زي السيبرو فلوكساسين نبتعد خالص عن الشمس ثالث حاجة لو الدكتور كتب له مضاد حيوي زي الزي سروكان الزي سروكان أو ليه اسمه الزي سروسين الزي سروكان أو الزي سروسين لو حد فيكم بياخده أو مجموعة الماكرولايت والنسي يقول له تاخدها بعد الأكل بساعتين لأنه لو أخدها بعد الأكل مباشرة هيفسد مفعولها هيفسد مفعولها لو في حد الدكتور كتب له هاي بايوتك أو أوجمنتين الحاجات دي احنا سمعناها كتير هاي بايوتك أو أوجمنتين شراب الشراب ده خصوصا للأطفال أو أي حاجة بالنفس تركبهم ونسي يقول لك احفظوا في التلاجة مباشرة بعد الحل يعني بعد ما تحلله بالمية اللي بيبقى جاي معيها في العلبة لأنه هو بيبقى برا عن بودر ومية لأنك لو نسيته برا التلاجة هيبوز على طول ولازم ترميه أول ما لونه يتحول من الأبيض للأصفر الغيمة وطبعا ممكن أنتوا ما تكونوش بتاخدوا بالكم وبتحول للون تاني وما بتحطوش في التلاجة وبتاخدوه وكده هو أصلا ما لوش أي أصل أو تفاعل لكم أو هيفدكم بأي شيء لو لونه ضاير خمس حاجة لو كتب لك أقراس مضادة للالتهابات بيكتبها كتير أطباء الأسنان والعزام وتخصصات أخرى اسمها أرفنترن أو أمبيزيم ونسي يقولك تاخدها قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين لأن أقل من كده مش هتستفيد منها نهائيا لأنها إذا اتخذت مع الأكل هتتحلل البروتينات اللي في الأكل هتحلل البروتينات اللي في الأكل بدل من البروتينات المسببة للورم أو الالتهاب يعني فلازم تكون المعدة خالية سادس حاجة لو الدكتورة واستقدر لي أعطاك حاجة مسكنة للألم والصدع من مجموعة ديكلوفيناك وديكلوفيناك على فكرة منبيها منظمة الصحر العالمية قلتلكوا قبل كده عليها الفترة دي بالذات من أول بداية كورونا زي الكاتافلام أو مجموعة اللاكيتو بروفين زي بايل الكوفين ونسي إنك بتردعي وخصوصا لو طفل حديث الولادة لأن الأدوية دي هتسبب لابنك ارتجاع وحركان ومغس وانتفاخ وهيفضل يعاية كل ما تردعيه وهتدوخي علشان تعرفي إيه السبب وانتي السبب سابع حاجة لو كتب لك دواء مسكن اسمه البروفين ونسي يسألك هل بتاخدي أي نوع أسبرين للسيولة ولا لا لأن البروفين بيلغي تأثير الأسبرين فلو كنت مريد بالقلب أو الضغط ومحتاج تأثير الأسبرين وما تاخدش معايا البروفين في نفس الوقت معلومة هامة جدا ويريد تشاركوها لكل الناس أتمنى لكم الصحة والعافية دكتور أمير فهمي زخيري المانيا شكرا لكم وأتمنى يكون الفيديو أفادكم شكرا سلام